اشتركوا في القناة أعزائنا المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال الشريعة هل استطاع الفكر الإسلامي أن يقدم رؤية للمشاكل المعاصرة هل المشكلة في قوة الخارجية أم في ضحالة الداخلي وهل الحل في تحديث الإسلام أم في أسلمة الحداثة ومن له الحق في الحديث أو في التكلم نيابة عن الله وقفات مع الفكر الإسلامي هو عنوان حلقتنا في هذه الليلة مع الأستاذ الدكتور أحمد الدغشي فأهلا وسهلا بالجميع مرحبا دكتور الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن سنبدأ حتى نبدأ بداية أكاديمية مسألة التعريف للفكر والأصول التي يمكن أن تضبط في هذه المسألة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد باختصار شديد الفكر الإسلامي نقصد به جملة ما أنتجه العقل المسلم منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا في جملة المعارف سواء المتصلة بالعقيدة أم المتصلة بالكون أم بالإنسان أم بالحياة أم بالمجتمع ماذا نقصد بكلمة العقل الإسلامي؟ نقصد به العقل المنضبط بتوجيهات الوحي يعني تجد مثلا في الدراسة الاستشراقية آراءة تلفت النظر وقد يكون بعضها مفيدا وجيدا وإيجابيا ولكنه ليس نابعا من العقل الإسلامي بمعنى أنه واثق العقل المسلم أو العقل الإسلامي في هذه الجوانب فصار جيدا لكنه بالمقابل ليس منضبطا وليس متقيدا بضوابط الإسلام أو بتوجيهات الوحي بصرف النظر العقل الإسلامي ليس معصوما فقد يصيب وقد يخطئ في اجتهادي ولكنه منضبط بتوجيهات الوحي وهذا والفارق الجوهري بين العقل المسلم والعقل غير المسلم يعني الدراسات الاستشراقية تثمر أحيانا جوانب ربما لم يتنبه لها مفكرون مسلمون أو علماء الإسلام وليس أدل على ذلك من فكرة المعاجم قبل العمل الإلكتروني المسلوعة الشاملة خدم الإسلام خدمة الإسلام ولكنه لم يخدموا من منطلق الفكر الإسلامي أو من منطلق العقل المسلم ولكن انطلقوا من منطلق فضول المعرفة أو البحث عن المعرفة أو ماذا عند الآخر أو نحو ذلك فهنا يتجسد الفارق الجوهري بين العقل الإسلامي وإن شئته بتعبير المباشر بين الفكر الإسلامي والفكر الغير الإسلامي فذاك وافق الفكر الإسلامي أو العقل الإسلامي لكنه لم ينطلق من توجيهات الوحي وضوابطه ومحدداته ولذلك فقد يصيب وقد يخطأ بمعنى آخر حتى العقل المسلم يصيب وقد يخطأ لكن قد يوافق الفكر الإسلامي الذي نقصده وقد لا يوافقه يعني ليس متعمدا في أن يبحث عن خلاف الشرع أو مخالف الشرع العقل المسلم فعلا حريص على أن يصل إلى ما أطلق عليه الأصوليون بالمصلحة حيث كانت المصلحة فثم شرع الله قم يبحثون عن مصلحة الفرد والمجتمع وعن ما يصلح هذا الكون هؤلاء المفكرون المسلمون أو الباحثون في الفكرة الإسلامية لكن المفكرين غير الإسلاميين الذين يشتغلون بالإسلاميات كما توصف بعضهم بالمناسبة غير مسلم كما قلت لك المستشدقين بعضهم ينتمي الإسلام لكنه ليس في هذا الجو ولا في هذا الإطار إنما التخصص فرض عليه في الفلسفة الإسلامية في التاريخ الإسلامي في العقيدة أو ما تسمى بالفلسفة الإسلامية المسألة هنا المتقاربة أحيانا يعني كأنها عمل بروفيشنال كما يقال مهنية لا علاقة لها بالانتماء ولا علاقة لها بالاعتقاد ولا علاقة لها بالولاء لهذا الفكر للإسلام طيب دكتور الكيم بعض المحدثين أو المفكرين يقول أن الفكر هو عبارة عن مقدمات معلومة توصلنا إلى المجهول فبالتالي إذا أردنا أن نقف هذا الموقف توصلنا إلى المجهول أم العكس؟ مقدمات معلومة توصلنا إلى الشيء المجهول الذي لا نعرفه فهو عبارة عن ترتيب للعقل حتى نصل من خلاله إلى الأشياء التي لا نعرفها فإذا أطلقنا هذا المعنى ما الفرق سيكون بين إسلامي وغير إسلامي ما دام أن المسألة هي مسألة ضابط علمية توصلنا إلى حقائق ونتائج مسلم بها من جميع العقوب لا لا الضابط هنا ما هي الضابط هنا الضابط منبث مقدمات مقدمات متفق عليها ولكنها متفق عليها عقليا لكن ليس فقط عقليا بالنسبة للمفكر المسلم لكنها عقليا وشرعيا في آن لكنها عقلية وشرعية في آن يعني نعم العقل حجة والعقل أساس في موضوع الفكر لا شك ولكن العقل هنا قد يرى شيئا يتناقض مع الشر إذا افترضنا ذلك وقد يكون ذلك وهما عنده نحن في الأساس لا نعتقد أن هناك تناقضا بين شرعي صحيح وعقلي صريح لا يوجد كما يقول ابن تيمية بحق ولكن أحيانا قد يوهم العقل أو توهمه أشياء يظن أنها من قبل حكم العقل على الأحيان تجد أن مفكرا ربما أعقل منه يخالفه وهنا يتبين أن المسألة هنا اجتهادية في إطار العقل ولكنها ليست العقل يعني هي عقلنة وليست عقلا إذا صح التعبير العقلنة هي أعمال العقل فقد يصيب وقد يخطو أما حكم العقل فكأنه الحكم في البدهيات الأربعة التي هي العلة أو السببية وما يسمى بعدم التعارض وقانون الثالث مرفوع هذه العللة التي لا يختلف حولها اثنان مثل أن القليل قل من الكثير المنطقية البدهيات نعم فهذه ليس حديثنا حولها هذه جزء هام ولكنه محدود جدا إنما عمل العقل واسع جدا فإذا يبقى أن العقل المسلم مقدماته موجهة بالوحي ومن ثم كل الخطأ عنده أما العقل غير المسلم فمقدماته ليست منضبطة بالوحي وهنا يكثر الخطأ عنده يكثر الخطأ عنده نعم وعليه مثلا نحن نأخذ فرنسيس بيكون مثلا أو قل نأخذ لأرنون توينبي نأخذ لقستاف لوبون نأخذ المفكرين العظام كتبوا في الفكر العام وضمنه الفكر الإسلامي ونجدوا أن عندهم حكمة وهذا من مصادر الفكر الإسلامي أيضا تجارب الآخرين طالة المؤمن أينما وجدت الحق نازم نعم لكن لا نستطيع أن نقول أن ذاك فكر إسلامي خالص أو أنه يمكن أن يطلق عليه فكر إسلامي بدون قيود أو استدراكات إذن سيقودني هذا إلى سؤال آخر أقول هل الفكر كمنطقيا هل هناك حاجة لأن يطلق أو تطلق كلمة فكر إسلامي أم أنها مسايرة لكل شيء نسميه إسلامي 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 المسألة هنا الصلاحية ربما لم يعحد هذا المصطلح عند السابقين لأنه كان تحصيل حاصل بالتالي هل الإسلام يصح أن نطلق عليه أنه فكر يصلح أن نطلق مصطلح الفكر الإسلامي لكن لا نستطيع أن نقول أن الإسلام هو فكر يعني أن الإسلام كله فكر لأن الفكر الإسلامي يحمل جانبين جانب الصواب وجانب الخطأ لأنه فراز العقل اجتهاد العقل نعم ثمرة العقل والعقل قد يصيب وقد يخطأ ومن ثم نقول فكر إسلامي لكن إذا قلنا الإسلام هو الفكر والفكر هو الإسلام ليس دقيقا هذا الكلام لأننا سندخل سنضع فيه ما يسمى بالقطعيات والمعلومة بالدين بالضرر الوحي الوحي بمعنى القطعي الثوابت منطقة القطعيات التي ليس فيها مجال لإعمال العقل مثلا الغيبيات الغيبيات الكلية الجنة النار الملائكة هنا مهما عملت عقلك لن تصدق أن تصل إلى شيء لأنها غيبيات حسبك أنك آمنت بالمقدمات التي أوصلتك إليها إلى الإيمان بها إلى الإيمان بها نعم فمن ثم لا نستطيع أن نقول أن الفكرة هو الإسلام والإسلام هو الفكر بهذا الإطلاق لأنه سيحدث إشكالا آخر لأننا لن نستطيع في هذا الحال أن نميز بين الثوابت والمتغيرات جميل يعني الفكر أخص من مسألة الإسلام والإسلام أسمل وأشمل وأبسع نعم ما هي أهم المصادر التي يعتمد عليها الفكر الإسلامي؟ الوحي بالدرجة الأساس عن القرآن والسنة ثم يمكن أن نقول العقل وإن كان في الحقيقة الحديث عن العقل هنا ثمت إشكال فيه هل هو بعنا مصدر أم هو أداة ووسيلة نعم ولكن أنا في تقديري في تقديري إذا كنا القرآن والسنة أو الوحي فإننا نقصد العقل ضمنا لأنك تعلم كم آية وردت في القرآن الكريم عن العقل بمفرداته المختلفة نعم سواء بصيغة الفعل هو أقوى من الاسم أم بما يشمله أو يتضمن يشير إليه مثل الباب يعقلون ونتعقلون وتفكرون ويتدبرون وذي حجر بالعشرات نعم بل بالمئات إذا جمعناها جميعا بالمئات نعم هذه كلها عمل العقلي وهي ضمن القرآن الكريم تحديدا نعم إن جئنا إلى سنة النبوية سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعمل أو قد أقرر الصحابة على إعمال عقولهم في مواطنة عدة على سبيل مثال ذاك الحديث الشهير في البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلينا العصر إلا في بني قريضة نعم وتعرف التفصيل في هذا وأنه وأن ثمة فئة قد فهمت بأن المقصود به الحث على الإسراع وأن فئة أخرى قد فهمت بأنه مأخذ على ظاهره إذا أدركتهم الصلاة فلا يصلوا حتى لو خرج الوقت وأقرهم جميعا نعم وتعرف أيضا حديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن معاذن رضي الله عنه عندما بعثه إليمن فقال له إن أرضي عليك أمر فبما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أشتهد رأيي ولا آل أي لا أتأخر أي هنا يعمل العقل يعمل العقل والرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك نعم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما كان يفكر مع أصحابه كيف يتصدى لقريش فكان قد رأى رأيا فقال له الحبب بن المنذر هذا رأي منزل أنزلك الله منزل أنزلكه الله إياه أم أنها الحرب والكيد والمشورة قال بل هي الحرب والكيد والمشورة قال إذن هذا ليس برأيه نعم وقره على ذلك ومواطن عدة أخرى تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع لحوة إعمال العقل ولا يثرب على أحد إذن في إشكالي يا دكتور حقيقة فضلا في قضية الخلط بين ما يجب أو ما له حق العصمة حتى من الموروث الفكر الإسلامي وآراء الرجال التي لا تعدو أن تكون إنتاجا فكريا يمكن أن يخضى على الصواب والخطأ الإشكال هنا يرل بما في عود إلى عملية التنشئة على بعض المفاهيم الجاهزة أو المقولبة مثلا مصطلح الكتاب والسنة هذا الأمر بمناسبة أدى إلى الرفض الشديد لمسألة الفكر عكس ما تقول أنت قلت لك هذه الآيات العشرات من الآيات في القرآن الكريم التي تعلي من قدر العقل أو تحث على العقل بصيغة الفعلة يعقلون يتفكرون يتدبرون المعروفة عمل النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره للإصطحابة عندما كانوا يعملون عقلهم مبحث القياس في أصول الفقه هو عمل العقليون بامتياز نعم قياس والاستحسان وذن أدخل في الاستحسان والمصالح المرسلة ومبحث العلاء كل هذا ترجع للعقل خطعنا والفقهاء المتقدمون والمتأخرون جميعهم يؤكدون أن العقل مناطه التكليف استندل إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة إذن من أين جاءت الإشكالية فيها الإشكالية جاءت من قلت لك لعلها تربوية بالدرجة للأساس يعني مثلا تجد الآن أننا نحترف على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي حول قضية ما فيقول الطرف يا أخي أنا أريد الكتاب والسنة أنا أريد حكم الله نعم وكأن الطرف الآخر يتحدث عن التوراة والإنجيل أو يأتي بحكم عن من يتحدث بحكم فيلسوف لا صلة له بالإسلام نعم وكل يدعي هذا للدعاء هذا تحكم 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 ردت عليه الآيات القرآنية في غير ما موطن في مثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نعم قل من حرمها يعني الذين يدعون مجرد أنهم رأوا ذلك فيزعون أن ذلك حكم الله ولا تقولوا لما تصفأ لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في البخاري أخرج في مسلم أخرج مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه من حديث طويل وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر قائدا على جيش حثه على تقوى الله في نفسه وفي من معه إلى أن يقول له وإنك إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم أنزلهم على رأيك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أظن هذا واضحا وإنك إن تخفر ذمة نفسك خيرا من أن تخفر ذمة الله في الحديث نعم نعم يعني أن تتقول على الله خاصة في موضع فيه من الهرج ومن الاضطراب ما قد يجعلك تتجاوز به حكم الله لا يجوز لو كان عندنا متسعون الوقت وأنا عندي دراسة في هذا وعنوانها إشكال المرجلات والفكر الإسلامي أو جدرية النص والفتوى لأوردت لك قائمة طويلة بأسماء أئمة عظام مثل الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وابن تيمية وغيرهم وغيرهم كلهم قولا واحدا على أنه لا يجوز لك أن تقول قال الله وقال رسوله إلا فيما ليس تم تجتهاد فيه حكم الله وحكم رسوله ولكن كل هذا رأيي يبدو لي يظهر لي الذي أفهمه الذي أستمره الذي أفهمه نحو ذلك وتجد مثلا رجلا مثل ابن تيمية على سبيل الثالثة هذا الرجل المفترى عليه المظلوم من طرفين من الغلات والجفاء أو من المحب المفرط والمبغض القالي نعم تجد رجلا كهذا مثلا يحضر مجلسا فيه حكومة يعني فيه محاكمة نعم عند قاض حنفي فيقضي القاضي الحنفي فيقول في آخر حديثة هذا حكم الله ورسوله فيقضى ابن تيمية جدا ويقول قل هذا حكمك لا تقول هذا حكم الله قال هذا حكم فلان وذكر أحد أمة الحنفية قال قل حكم فلان يعني يريد أن يقول له هذا ليس حكم أنا ولكنه حكم الإمام فلان أحد الأعلام الحنفية نعم قال له قل حكم فلان ولذلك ابن القيم في علام الموقعين عرب العالمين في الجزء الثالث في زاية الجزء الثالث في فصل تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات يقول يؤكد على هذا الأمر جدا على أن هناك أحيانا أشياء كثيرة تنسب إلى الشريعة وليست من الشريعة لمجرد أن صاحبها استحسنها ويؤكد أن شرع الله تعالى قائم على مصلحة الخلق أو مصلحة العباد فحيث كانت المصلحة فثم شرع الله وأيما أمر خرج من المصلحة المفسدة ومن العدل إلى الجور ومن الجيد إلى الرديء فليس حكم الله ولا يمكن أن يكون مقصدا من مقاصد الإسلام أو الشريعة نعم إذن ويرد هذه الأقوال التي قلت لك يردها في هذا الموطن أقوال الأئمة نعم كذلك يردها ابن عبدالبر ويردها آخرون معروفة ولهذا لا يجوز أن للمجتهد للمجتهد ولا للفقه ولا للعالم أن يقول هذا حكم الله أو حكم رسوله إلا في مسائل معلومة أنا سأأخذها منك هذا المسألة مسألة المرجعية ولا علي أن آتي لها في نقطة المستقلة لكن حتى أستكمل الصورة بالنسبة للفكر الإسلامي أنتحدث عن مصادر للفكر الإسلامي ومن خلال حديثك يتضح أن هناك أشياء معصومة وحي وهناك نتاج فكري أنا لم أتحدث عن الجانب الآخر النتاج الفكري هو الفكر الإسلامي الوحي ذاته الوحي ذاته فيه ما هو ثابت وفيه ما هو متغير جيد دكتور لكن المصدر الآخر هو الحكمة إن صح التعبير أو تجارب الآخرين هو ما أطلق عليها أستاذنا الدكتور محسن عبد الحميد بالحضارة الأجنبية وأظن أن في هذا الإصطلاح مقدرا من اللبس لأن ليست كل الحضارة ليست الحضارة الأجنبية بالمعنى الخاص يعني أو محصورة في هذا لكن ثمت حكمة أحيانا يعني من العقل غير المسلم قد يكون حضارة وقد لا يكون حضارة طيب ما هي أهم الخصائص التي تميز الفكر الإسلامي الأهم الخصائص التي تميز الفكر الإسلامي أنه 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 واقعي ومتوازن ومتكامل التيها خصائص الإسلام ذاته ووسطي وليس واقعا بين الإفراط أو التفريط في الأمور وهذا معنا التوازن والتكامل فيه هذه من أبرز سماته أو خصائص التي يمكن أن تميزه عن الفكر البشري أو عن الفكر الآخر عموما نعم يعني سمة التوازن بحيث لا يوجد فيه شدط يعني مثلا في بعض الأحيان قد يحلو لبعض الناس رأي لا يمكن تطبيقه على الإطلاق لا يمكن تنزيله على الواقع على الإطلاق لا يمكن أحيانا قد لا يمكن أن يقوله الشارع لأنه متناقض قطعا مع المصلحة الشرعية المضطردة نعم فليس من الفكر الإسلامي ليس من الفكر وإن قال به بعض المفكرين المسلمين لأن أصبحت دكتور موضى يعني الذي يريد أن يطلق عليه اسم مفكر إسلامي يأتي بشطط ويأتي بشطحات ويتعدى على حقائقنات حتى يقل أنهم مفكر إسلامي تأكيد على كلامك الآن أجد بعض الإخوة الفضلة وبعض الشباب المتحمسين للعمل الإسلامي ولكنهم ملوا في تقريبا السياق التقليدي في تقديم الإسلام فراحوا يبحثون في الفكر الإسلامي ولكن على غير أسس على غير أسس فتجد عندهم أحيانا قدر من الخلط والخبط والاضطراب لأنه فعلا مبني على غير أساس فلهذا مثل مسألة الوسطية أنا شخصيا ربما يكون من الغير المناسب أنا أبوح هنا محسوب بأن الناطق الرسمي باسم المنتدى الوسطية المنتدى العالمي الوسطية لم أنبس ببنت الشفاء إلى الآن لأنني وجدت أن الأمر أن كثيرا من من يتحدثوا عن الوسطية أسائل الوسطية كثيرا فإذا أرث أن تتفلت أحيانا من أحكام الإسلام قل أنا وسطي وهذا المستخدم ويأتي بعض الغلاة والمتشددين بل بعض دعات العنف أيضا ليقولوا نحن وسطيون والكل يدعينه وسطيون ومن هنا تضيع بعض الحقائق ليس مع ذلك أن ننسحب أو أن نصمت ولكن أريد أن أقول تختلطوا أمور كثيرا فقد يكون من الحكمة أحيانا التعبير عنها حتى بالصمت ربما على سبيل الموقف الخاص لكي يفهم بأنك لا تشايع هذا الاضطراب أو هذه الغوغائية فليس كل الآن من يبحثه في العام إن صح التعبير في الفكر الإسلامي يعني آسف أنا أقول يسمى أو يعني هكذا نعطيه السكة المفكر مفكرا يعني بعضهم هكذا لمجرد أنه يكتب في القضايا الإسلامية ولو على غير أساس ولذلك لو سألتني لو سألتني فعلا ما معار المفكر هو هذا السؤال الذي يريد أن أسألك قبل أن أصل إلى الفاصل يعني ما هي الضوابط للمفكر الإسلامي ما هي الضوابط المفكرين المفكر هو ليس مرادفا للعالم على كل حال العالم مهتم بالجزئيات بتحقيق المسائل في التفسير في الحديث في الفقه في علوم الشريعة المفكر يأتي للقضايا الكلية ولكنه ليس صفرا في التأسيس الشرعي يعني أنا أضرب لك مثالا برجل عزيز إلى نفسي جدا وهو الدكتور المرحم عبدالوهاب المسيري هذا رجل عظيم ويوصف بأنه مفكر الإسلامي وإذا كنا هذا الكلام حقيقة له جهد في خدمة الإسلام عظيما لكن تجد بعض الأحيان في حديث عن العلمانية ما يثير الإشكال علمانية الإسلام يعني عن العلمانية الجزئية والكلية ويقول أن الإسلام لا يتناقض مع الجزئية أنا بحثت هذا الموضوع في فكرة ووجدت أنه يريد أن يقرب فقط الذين عندهم فوبيا من الإسلام من بعض أبناء المسلمين أو من بعض أبناء الإسلام بالذات الذين انتموا إلى تيارات فكرية غير إسلامية وبالذات في الحقبة الماضية عندهم عقدة من الإسلام فكأنه إذا اتزم بالإسلام سيطلق الحضارة المعاصرة وسيعيش من قبل التاريخ ولن يكون عصرانيا ولن يعيش عصره ولن يحل مشكلات زمنه فقال لهم هناك علمانية كلية التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالأخلاق ولا بالقيم وعلمانية الجزئية التي لا تقبل بحكم الفقيه أو الشيخ الكلام هنا مشكلة لكن لما تأتي إلى عمق حديثة ويقصد هنا التخصص مثلا أنت متخصص في التفسير ما علاقتك مثلا بالاقتصاد تكون وزير الاقتصاد أو مسؤول عن الاقتصاد في دائرة من الدوائر تقول أنا في التفسير والتفسير فيه الاقتصاد لا هذا كلام غير مقبول بهذا المعنى صحيح فرام التخصص يعني هذا أمر آخر ويقصد هذا المعنى فمثل هذا الرجل على قدر خدمته للإسلام لكن انظر مثلا مثل هذه الثغرات التي فيه وأنا هنا لا أقول أنه لا يتنطبق عليه كلمة مفكر الإسلامي لكن أريد أن أقول هو الرجل كان اشتراكيا بالمفهوم القديم الشيوعي ولكنه فعلا بعد بحث عميق صار رجلا منتمي إلى هذه الأمة وحضارتها وفكرها ومن ثم اشتغل بالعمل بالفكر الإسلامي وقدم فيه ما لم يقدمه كثيرون بالمناسبة فمن هنا أطلق عليه كلمة مفكر إسلامي لكن إن شئت أن تقول لي بالمواصفات الدقيقة فهناك إشكال هناك إشكال في هذا وآخرون ربما بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم لم يتأسسوا لذلك تجد الخلط على فكرة موجودة ربما عند بعض علماء الشريعة أكثر مما عندهم إذا عندنا داعي دكتور سأعود مرة أخرى لمسألة الضوابط ومن يسح سنطلق عليك من فكرة الإسلامية أولى بعد هذا الفاصل إذن أعزائنا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود ومضيف فلا تذهب بعيدا ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني لو عندي عمر يكفيري تنشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني أهلاً وسهلاً بكم أعزائناً ومشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي هي بعنوان وقفات على الفكر الإسلامي ضيفنا هو الأستاذ الدكتور أحمد محمد الدغشي أهلاً وسهلاً بالجميع مرة أخرى مرحباً يا دكتور الله يسلمك بارك الله فيك دكتور وقفنا قبل الفاصل مع مسألة ما هي المعايير وما هي الضوابط لمن يطلق عليه مفكر إسلامي قلت لك منذ بداية الحديث نحن إذا نتحدث عن الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي فإنه لا بد أن ينطلق من توجيهة الواحي ابتداء ويعمل عقره في هذا لا بد أن ينطلق من توجيهة الواحي ويعمل عقره في هذا المسار ولكنه يشتغل بالكليات أكثر منها الجزئيات يعني لماذا أقول أكثر منها الآن لأنه ليس بالضر أن المفكر ليس عالماً أو ليس فقيهاً هذا هو الأساس لكن ثمة من قد يجمعه على سبيل النادر بين صفة المفكر وصفة العالم أو الفقيه وأنا كنت ضرب مثالاً بهذا برغم اختلافنا معه في الجانب السياسي برغم اجتهادات الخاطئة في هذا المجال عليه رحمة الله من صلى الله نتقبلها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هذا الرجل جمع بين الفكر والفقر على نحو النادر يمكن أن ينصف أيضاً الإمام القرضاوي بهذا أيضاً يمكن أن ينصف الدكتور سلمان العودة بمثل هذا لكن هؤلاء نادرون ومثلما لا يقاس عليهم أما الغالب فإن المفكر يشتغل بهذه القضايا مع تأسيس أو أرضية معرفية ومهارة أساسية في التعامل مع النصوص ومع علوم الشريعة لكن قضايا كلية والعكس كما قلت لك المفقي أو هو عكسه يشتغل بالقضايا التفصيلية قد يحدث على سبيل النادر نعم دكتورا كريم هل نحن بحاجة اليوم إلى فكرا إلى حركة في العمل الإسلامي نحن نحتاج إليهما معا ومشكلتنا أن قوما مننا وهم قلة اشتغلوا بالفكر وغيبوا الحركة وأن فئة كبيرة جدا مننا اشتغلت بالحركة وغيبت الفكر وذلك ما قولت نحن قوم عمليون مثلا إذا فهمت بمعنى أن الحديث عن الفكر ترف ترف فكري فكري أو فلسفة عمياء كما يقول بعض أو أنها شغل من لا شغل له فهذا غباء ما بعده غباء وهذه مشكلة التخلف في العمل الإسلامي حتى الآن لعلك تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشهير قاضيان في النار وقاضن في الجنة أحد القاضيان في النار قاضن قضى بجهل وأصاب لكنها خبط عشواء جاءت رمية من غير رام ورغم أن أصاب لكنه في النار والحديث الصحيح من قال في القرآن برأيه فقط أخطأ وإن أصاب وإن أصاب لأنه قائم على غير أساس سليم لذلك التزهيد في الفكر أو في التنظير أو في تقديم التصور السليم لأي عمل خطأ ما بعده خطأ ولهذا إذا قد أردنا أن نجز الأمر بلغة واضحة بسؤال أيهما يسبق الآخر الفكر أم الحركة أعتقد أن كل العقلاء سيقولون الفكر يسبق الحركة إذ إن الحركة لا يمكن أن تكون هادفة وبناءة إلا على بصيرة لا يسبقها بصيرة بصيرة تفكير رؤية عمل العقلي فالفكر يسبق الحركة تقطعا فلماذا إذن يزهد أو يزهد بعض الناس في التفكير أنا أظن أنه بالمناسبة من أكبر إخفاقاتنا في العمل الإسلامي أننا زهدنا في مجال الفكر وأردنا من الناس جميعا على مستوياتهم المختلفة أن ينزلوا إلى الميدان لو أننا خصصنا جزءا من العاملين للإسلام لهذا الأمر وهو أمر التأصيل والتمضير والعمل الفكري وتقديم النظرية السليمة وآخرون وهم الأغلبية يتحرقون في الميدان وكلهم مسخرون لما خلطه الله نعم ليس عظمة هذا أنه في إطار التنظير والفكر ولا عيب هذا أنه في الميدان والحركة ولكن يحدث التكامل الدكتور عبد الكريم بكار يقول كلمة جميلة قال مثلا لو أن شركة المشتركات اكتشفت في مراحلها أو في آخر السنة بأنها قد وقعت في إخفاقات كثيرة وأن ثمت خسارة أو فشلا ماذا ستصنع؟ لن تزيد من وطيرة الإنتاج يعني من جانب العملي والتنفيذي ولكنها ستدعو المستشارين ليبحثوا في الأمر ما السبب؟ فمشكلتنا أحيانا نقول بمزيد من العمل لا بمزيد من العمل في ضوء التفكير السليم أو الرؤية السليمة أو النظرية السليمة فإذن العمل الميداني السليم مشروط بالفكر النظري السليم جميل إذن سأل سألت السؤال هنا خاصة نحن في نهاية العام وأنت كمفكر إسلامي تقييمك الفكر الإسلامي هل استطاع بالفعل الفكر الإسلامي أن يقدم حلا ورؤية واضحة للمشكلات المعاصرة خاصة في المجال الإسلامي؟ أم أن السبب أن الفكر لم يقدم الرؤية المطلوبة فزهد الناس عنه؟ والله الحقيقة الأمر هنا محزن الفكر الإسلامي في وضع متواضع جدا نتيجة الأزمات والمحان والاضطرابات التي تمر بها بلداننا في العالم الإسلامي منذ عشرات السنين وليس فقط منذ السنوات الأخيرة حتى لا يظن البعض ذلك فالعقل الإسلامي في وضع صعب جدا أنا أتحدى مثلا أن يقدم لنا ثلة من المفكرين العظام الذين يمكن أن نقدمهم للعالم إذا صح التعبير بين قوسين من ذوي الوزن العالمي أن نقدمهم للعالم على غرار ما يقدم الآخرون أنفسهم على مستوى عالمي من غير المسلمين هؤلاء قلة جدا وبالمناسبة قد يوجد فينا قد يوجد فينا من هو من هذا المستوى لكن للأمراض الاجتماعية الموجودة إما أنه ليس له حزب، ليس له انتماء، ليس له هيئة ترفعه، ليس له وجاهه، ليس له مال، ليس له مؤسسة فيضيع، فأقول لك وضع الفكر الإسلامي متردن، متراجع، ضعيف إن شئت المصارحة مثلا في اليمن اتني بثلة هكذا من المفكرين الإسلاميين مفكر، حديثنا أنا عن مفكر بالمعيار السابق حقيقة الأمر جد نادر، جد نادر وأحياناً وأنا هنا لا أكصد أحداً بعينه قد تجد ربما لكنهم مغمورون ومنسيون لأسباب من هذا القبيل لأنه ليسوا في إطار حزب، ليسوا في إطار جماعة، ليسوا في إطار مؤسسة ليس لهم مال، ليس لهم وجاهة، ليس عندهم عند بعضهم حياء من أن يحب الظهور في كل، يعني من أن يفرض الظهورها يعني أنا مثلا أعجب بعض الناس وقد يكون محكم في ذلك يسوق مثلا كتابه بطريقة لافتة جدا بطريقة ويوصف كتابه هو بأوصاف خيالية يعني شخصيا عفوا لا أدع التواضع هنا لكن أستحي أن أتحدث عن أي عمل حتى لو كنت أراه كذلك يعني مثل هؤلاء ربما ينجحون عن هذا الصنف لكن هل هذا معيار النجاح فعلاً أو معيار المفكر؟ نجاح حقيقي نجاح حقيقي أم أنها معيار يعني أم أنها مسألة الجلد والوجه يعني الوقاح لا أدري أنا نسمي بهذا المعنى يعني يعني الإنسان الذي عنده جرأة جرأة لا أدري أدبية أو غير أدبية إنما قصي عنده قدرة على التحمل قدرة على أن يعرض نفسه وأن يسوق نفسه بطريقة هذا ليس كل أحد هكذا ويفترض أن الناس أن الآخرين هم الذين يشهدون لك بذلك أو أن جهدك والذي يفرض ذلك وليس له لكن من الناس من قد يقول لك بصدق يقول لك إذا انتظرت هذا لن يأتي في أوضاعا كهذه فعلى كل حال الفكر الإسلامي الآن في وضع من التراجع كبير خاصة مع الأزمات السياسية الأزمات السياسية تشدنا أحيانا جميعا حتى المفكرين ينشغلوا بالسياسة إذا أن ينشغلوا وربما يضطرون أحيانا لذلك أو يفرض عليهم ذلك سواء من حيث يشعرون أو لا يشعرون لأنهم إن لم يفعلوا ذلك سينتهون للاحظ مثلا الآن الأزمة في مصر أو المحنة في مصر يجب أن يتفاعل معها الجميع ولذلك بالمناسبة بعض الناس السطحيين عندما يجدون بعض الأكاديميين أو العلماء الكبار أو المفكرين العظام يدخلون مثلا في قضايا أحيانا هي إلى التحليل الأقرب ومن ثم يتركون لكل نهاي يدخلون فيقولون انظر انظر أستاذ التفسير أستاذ التربية أستاذ الاقتصاد أستاذ الهندسة أستاذ الطب يتكلم في هذه القضايا وهذا ليس تخصصة يجب أن يتحد بما يدين الله نعم لكن ليس معنا ذلك أن أترك الطب بالمناسبة أنا أعتقد أن من إشكالات الحركة الإسلامية المعاصرة أن بعض الأطباء دخلوا فيها فنسوا تخصصاتهم كما يقول الشيخ المرحوم المجاهد محمد الغزالي أو الشيخ القرضاوي ظاهرة هجران التخصصات يعني كم من الناس الوقت لا يتسع لكن تعبوا على الأقل ست سنوات في دراسة الطب وتخرج بعضهم وبعضهم انقطع ثم ترك الطب تماما هذه ظاهرة حتى ليست بشكل عام ليست محصورة على العمل الإسلامي نعم بشكل عام لكن حديثنا عن العمل الإسلامي في إطار الفكر الإسلامي أو عن الهندسة الطب والهندسة سألت بعضهم وقد صار رجلا في العمل السلفي أو كبيرا هل لا تزالت تتذكر شيئا مما درسته في الهندسة المدنية قال والله إلا ما عد أذكر شيئا هذا الموضوع يعني طيب دكتور هل الفكر بديل عن عقيدة آه من الأخطاء الشايعة هنا أن يماهى أو يرادف بين الفكر والعقيدة العقيدة ابتداءا هي كسمان أساسان نعم أصول يعني صح التعبير أصول الأصول بمعنى الكليات المطلقة مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب الرسول على نحن كلي أو الكانو الإسلام أو المعلوم من الدين بالضرورة يعني حرمة الخمر والفاحش ووجوب الصلاة ووجوب الطاعات هذه مسائل كلية تدخل في إطار العقيدة بمعنى هالعام بمعنى هالعام بمعنى هالعام حتى ما في ذلك بعض الأحكام لو أن إنسانا قال الخمر حلال زلال ولا يسونك مشكلة لا نقول هنا المسألة فقهية عقيدة يعني لأنه معلوم المدين بالضرورة نعم لو أن إنسانا قالنا ليس علي صلاة ولا ماضح فهنا الكليات هذه في العقيدة سواء كانت بمعنى الاتباط بالذات الإلهية أو بأركان الإيمان المعروفة أم بغيرها مما يعني يرتبط بها في نهاية المطاف هذه أصول يمكن أن نسميها عقيدة بالمعنى الخاص بالمعنى الذي لا يحتمل الخلاف أما المعنى الآخر وهو الذي يمكن أن يدخل في إطار الفكر الإسلامي فهو الاجتهادات في الأسماء والصفات الاجتهادات اجتهادت في الأسماء والصفات في تفسير الأسماء والصفات خذنا أي تفسير من تفسير بين قوسين أهل السنة نعم يعني نحن هنا نريد أن نلم الأمة على كل حال فمثلا تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو تفسير الشوكاني أو تفسير أي منها في الأسماء والصفات يعني يريدون لك أقوال عدة والخلاف فيها سائق على أساس أنها مسائل علمية في تفسير بعض الأسماء والصفات ليست هناك مشكلة في هذا ولا ينبغي أن يتحيز البعض ويقول لا هناك قول واحد لأنها مسخرة عفوا يعني ما غير صحيح أن الناس اتفقوا على قول واحد في هذه كم من الآراء والاجتهادات حول بعض آيات الأسماء والصفات فهذا يدخل في إطار فكر الإسلامي فإذا قصدت إذن العقيدة بمعنىها الخاص بمعنى الكليات التي لا يسع المسلمة جهلها جملة أركان الإيمان أركان الإسلام المعلومة للدم الضرة هذه لا يمكن أن يقال عنها فكر الإسلامي أما إذا قصدت إعمال العقل في إطار العقيدة في إطار تفاصيل العقيدة أخير الكريم هنا لكي يكون الأمر واضحا جدا الأمام المنثيمية مرة أخرى المفترى عليه المظلوم الذي لم يقرأ قراءة صحيحة حتى الآن من قبل الغلات والجفا يقول في الجزء الثالث والعشرين صفحة ثلاثمين وخمسين واربعين إلى ستين واربعين يقول وأما من كان من المؤمنين مشتهدا وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كإنما كان سواء في ذلك المسائل النظرية بين القوسين العقدية يطلق على المسائل العقدية غير الفقه أم العملية التي هي الفرع والأحكام الفرع والأحكام نعم هذا ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام انتهى هذا كلمة بنتيمية هو سيكون السؤال الذي كنت أرده من القاسم لأنه أنتم كن فكر إسلامي تواجهوا هذا لماذا تبحثوا عن مرافق آمنة لماذا تبحثوا عن أشياء تقدسونها وتمنع العقد من يصول إليها إن كنتم تؤمنوا بصحتها وأنها على أصول ثابتة لماذا تمنع العقول يدخل إليها من يمنعوا العقول منها؟ أصحاب الفكر الإسلامي وغير الفكر الإسلامي؟ لا ما قلت لك المطاطية الآن في الفكر الإسلامي يعني أنا أعتقد يعني مثلا نقول ممنوع أن ندخل إليها يتهم أصحاب الفكر الإسلامي إن صح التعبير يتهم أصحاب المشتغلين بالفكر الإسلامي يتهمون بأنهم يريدون أن يوسعوا الباب لكي يشتغل الناس عكسوا التهمة لكن ثمت أطراف أخرى فعلا تريدوا أن لا يشتغل بالفكر الإسلامي أو بالعمل الإسلامي أو قل بالقضايا الإسلام في أي مجالة علم الشريعة وما في حكمها إلا أناس بأعيانهم من تمونا إلى إطار خاص إلى مدرسة خاصة وفق اتجاه خاص وهنا التحكم الذي يتناقض تماما مع الآياتين التي ذكرناهما سابقا ومع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفح مسلم حديث بريدة ابن حصيب يعني مجال العقل سيكون مجال الفكر الإسلامي سيكون المعاني والإنتاج الفكري الذي نستنبطه من الواحد نعم مصطلح عقلاني يا أخي هذا المصطلح يعيرك بعض الناس به وكأنهم يشتمونك نعم ربما يكسدون أنه تجاوز النص أنا أؤكد للمرة الألف أن ابن تيمية مظلوم ومفترى عليه هو صاحب السفر العظيم درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول نعم ويؤكد بنصوص المتظافرة أنه لا يوجد نص صحيح 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 أنا أقول صحيح لا أقول متواتر ولا أقول يتناقض مع عقلي صريح لأن أحيانا ما تدعي أنه عقل هو يبدو لك ذلك نعم أو كذلك ولكنه يبدو لي غير ذلك أو غير ذلك وهكذا يبدو لفلان ويبدو لفلان ومن ثم هي اجتهادات عقلانية وليست حكاما عقلية فإذا هو أرد أن يجتمى أحدا يقول هذا عقلاني لا أدري هو يعيون يعني يقسب بعقلاني أنه يقدم عقله على الوحي وهذا غير صحيح أبدا وبالمناسبة ثمت أيضا شبهة أو كل تهويل يحتاج إلى ضبط وهو المقارنة أو المنازعة بين مدرستين في إطار تاريخ الفكر الإسلامي أهل الحديث وأهل الرأي نعم هذا ليس دقيقان بالناسبة هل يعقل أن أبا حنيفة الإمام الأعظم هو المحسوب على أهل الرأي يقدم رأيه أو يقدم اجتهاده العقلي إذا وجد نصا صحيحا صريحا يقول كذا وكذا لكن المعتزل لا يقدم حقيقة يقدم العقل أنا أقول لك يوجد أفراد في المعتزل نعم لكن اتجاه المعتزلة واتجاه أيضا علمي منضبط لكن يوجد أفراد في المعتزلة تماما كما يوجد أفراد عند آخرين لكن الحكم على المعتزلة جميعا بأنهم يقدمون العقل على النص بإطلاق هذا ليس دقيقا هذا ليس من الإنصاف إنما وجدوا في بعض المراحل ربما غلب لكن الحكم العام على المعتزلة بأنهم يقدمون ذلك لا يا أخي ثمت رجل مكبول عند الجميع اسمه محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله صاحب كتاب تفسير تفسيرا لا أحسن التفاسير كذا اسمه؟ محاسن التأويل محاسن التأويل نعم ورجل محسوب في الإطار السلفي معروف ومعظة المؤمنين وغيرها من أكتب عنده كتابان جميلان صغيران ياليتهما يعممان العامل للإسلام أحدهما وهو وريقات اسمه الجرح والتعديل والآخر تاريخ الجهمية والمعتزلة يؤكد فيها بالأدلة بالشواهد الكثيرة على أنه لا يوجد مشكلة في إطار الفكر الإسلامي بين هذه الجماعات التي عملت الإسلام يعني كلها تريد الوصول للحق وتسعى في سبيل ذلك أيضا بضوابط بضوابط قد لا تكون متفقا عليها من قبل الجميع لكنها مقبولة ولا يسعك إلا أن تعترف بها الإمام الشاطبي بالمناسبة صاحب الموافقات وصاحب الإعتصام يقول كل ما ورد في النزاع حول الأسماء والصفات يدور بين حمى التنزيه والبحث عن الوصول للحق أو ناحي ذلك هذا يعني بمعنى أن المجتهدين أو المؤولين لبعض الأسماء والصفات وهي التي يقال أحيانا بأنها لا مجال للتأويل فيها يهدفون من وراء ذلك إلى تنزيه الله تعالى أو التقوّل عليه أو وصفه بما ليس فيه فهدفه نفي التقوّل على الله أو وصفه ما ليس فيه نعم يعني عفوا لما واحد يقول صاحب الكبيرة في النار رغم اختلافنا مع هذا أمر غير مقبول أبدا غير معقول ولا مقبول لكن يدل على تقوى ويدل على وراء ويدل على خشية الباعث له أخلاقي طيب دكتور الكريم حتى أخذ أكثر قدر ممكن من في هذا الحلقة مسألة المرجعية هل بالفعل وصل الفكر الإسلامي إلى حل دقيق لمسألة من يتحدث بالنيابة عن الله الواقع أنه لا بد أن نكون واضحين فنقول أن الإشكال هنا ينقسم إلى قسمين قسم من يتصلوا بالأمة في سوادها العظم وهم من يعرفون بأهل السنة والجماعة نعم في مختلف مدارس متفصيلية والتي يريد البعض الآن أن يقزمها في اتجاه معين هذا مرفوض لكن الأمة بسوادها العظم وجزء مقدر وكبير منها وهم الأخوة الشيعة الجعفرية الإمامية هناك اتجاهها اتجاه الأمة في أغلبيتها عن أهل السنة عندهم مشكلة كبرى في هذا عندهم مشكلة لأن العقل هنا مجاله واسع على حين أن الطرف الآخر أعني الشيعة الجعفرية الإمامية قد حسموا هذا الأمر بمرجعية سواء في الإمام من الأمة الثانية عشر أم ببعض أيمتهم الأحياء المعاصرين نعم فمثلا لو لا يمكن أحد من مدرسة السستاني مثلا أن يعلو على رأيها أي أن كان ولذلك مثلا كمال الحيدري من أحد رجعياتهم الشهيرة والمتهمة بالتطرف أيضا لكنه يؤكد أن التراث الشيعي مليء بالخرافات وبالإسرائيليات وبالتراث الذي يحتاج إلى غربلة هذا يعني لا شك أنها تعتبر من الكبائر أن قال مثل هذا الكلام لأنه سيناقض به بعض المرجعات الأخرى لكن في النهاية في المؤدى أثمر جانبا عمليا هو الدولة مثلا كما في إيران يعني قال الخميني كذا قال المرجع الفئراني كذا لا يوجد هنا أعمال العقل فرعا هذه إساءة للعقل من جانب أعمال العقل بمقابل من قبت العقل في الاتجاه الآخر لكن هذا أيضا لأنها مسألة فضفاضة العقل هنا في إطار تحكم في إطار رجراج غير واضح المعالم فولدت انفلاتا ومن ثم الآن من هي مرجعية أهل السنة أنا هنا في إطار التوصيف وليس في إطار الطائفية بطبيعة الحال من مرجعية أهل السنة الآن ثمت ألف مرجعية ومرجعية أنصى التعبير لأن الأمر غير منضبط وهناك أغلق العقل ومن ثم كانت المرجعية سهلة هنا فتحوا مجال العقل ولكن بغير الضابط أو اتزان فصار من الصعب جدا أن تقول أن هناك مرجعية في إطار مدرسة أهل السنة أو الأمة بأغلبيتها بسوارية الأعظم طيب دكتور الكريم مسألة الأخلاق منزلتها في الفكر الإسلامي الأخلاق عاصم جدا من الانزلاق لما قلت لك في بداية الحديث كيف نميز الفكر الإسلامي عن غيره قلت أن العقل الإسلامي أو أن الفكر الإسلامي موجه بالوحي ولذلك فالأخطاء فيه قليلة على حين أن الفكر غير الإسلامي حتى لو وافق شيئا من الإسلام فإن الأخطاء فيه كثيرا لأنه غير موجه مسيّج غير موجه بالوحي ولذلك فالاعتصام بالوحي هو أولى يعني الخطوات الأخلاقية فعلا لمن أراد أن يشتغل بالفكر الإسلامي ولكن الحرية أيضا عدم التحكم حقوق الإنسان وإحترام المرأة وعدم التحكم وعدم التزيد وعدم الادعاء واللهوتية وعدعاء سلطوية في هذا الأمر يعني أحيانا أحيانا فينا إشكالات من هذا القبيل والبعض ربما يعني يستكثر أن يقال مثل هذا المصطلح لكن في واقع الحال في واقع الحال هذا موجود يعني أنا الآن لما أقول مثلا أختلف مع الشيخ الفلاني مع احترامي له وتقديري يقول بعض من تكون حتى تختلف معه وقد تكون يعني عالما مثله وقد تكون أقدر منه في هذا لكن لا يجوز لك أن تقف أمامه أبدا ولذلك أنا سألت بعض الأخوة الذين أؤذوا جدا في خارج اليمن قلت له يا أخي عندما نأتي إلى أقوال أئمة العظام مثل الإمام مالك وغيره كل يؤخذ من كلامه ويرد وإلا صاحب الرغوة الشريفة وقال هذا نقوله للآخرين لكن لما نأتي إلى تطبيق هذا على مستوى الذات فإننا نجد إشكالا كبيرا أيضا التواضع يا أخيري في الفكر الإسلامي تمت الآن أناس صادقون ومخلصون يعني يشتغلون بالفكر الإسلامي لكن عندهم ردة فعلا في الأنا يعني مثلا أيضا لا احترام للعلماء ولا احترام للقدماء ولا احترام لأئمة المذهب ولا احترام لذوي السبق من يكون حتى أقف أمام حتى يقول لي يعني أنا أستغرب من بعض الناس الذين ينزعجون من أدب الخطاب مع الكبار حتى من الناحية التكتيكية إن صح التعبير بين القوسين إذا أردت أن تسبق فكرتك فإن عليك أن تقدم لها تقدمة حسنة بأن تضع بين يديها شيئا كلمة الحسنة يعني نعم لكن مع ذلك لا بعض الناس يقول يعني كما قال الأولون هم رجال ونحن رجال ويقولون هذا الكلام لكن بعجرفة ربما يعني لا يحسدون عليها من هنا هذا الخلل عدم التواضع في تقديم الفكر الإسلامي من بعض الناس الذين ربما يكونون قد يعني تمردوا على هذا الواقع وربما عانوا وربما ظنوا أن الصبر على هذا الواقع لا يفيد فأردوا أن يحلوا المشكلة فربما أسهموا في شكال جديد وهو أنهم قدموا رأهم بشيء من العصمة غير الشعورية غير الشعورية طيب دكتور أحمد كلمة أخيرة ما هو دور المفكرين خاصة المفكر الإسلامي في ما تمر به اليمن من أحداث اليوم ككلمات قصيرة نختم بها البرنامج والله لا أعتقد أنه ينبغي أن يتفاعل معها وأن كما قلت لك لا ينخد عبية بخرافة التخصص الخصص هنا لا يعني الإنعزال عن الواقع لا بارك الله في هذا التخصص الذي يريد أن يسيج أو أن يعزل العالم أو الفقهة أو المشتغل بأي من قضايا الفكر الإسلامي فيقول هذه القضايا السياسية وهذه القضايا الحياتية وهذه المشكلات المتداعية لا ينبغي أن ندخل فيها ندعوها للمتخصين لا لكن لا تضع نفسك في موطن المتخصص إذا كان الأمر يتصل بالتخصص وإنما يجب أن تتفاعل معها بقدر ما تستطيع بقدر ما يمكن أن تقدمه فلا تنعزل ولا تنغمس جميل شكرا جزيلا إلا هنا انتهى وقتي والحديث معكم ممتع دكتور أحمد صلى الله عليه وسلم أن يثيبك وأن ينفع بك الإسلام أحمد صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا أعزائنا ومشاهدين الكرام لم يبقى في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم كثيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم والشكر موصول كذلك للدكتور أحمد محمد الدغشي على ما أفاد وأجاد أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندي عمر يكفي فنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني